اشتركوا في القناة 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 لأعماله ولخلقه الدمس وكل الحاجات اللي أعمالها خالي التوفيق وعشان كده حتى لربنا لما أراد أنه يستودعه في أحسن حاجة وأحسن مكانة وهو ساجد وهو ما أدي كل اللي عليه فيا رب يغفر له ويغفر لنا ويغفر لكل الرياضيين ويغفر لمصر كلها في هذا الشخص الدمس الأخلاق الأدب ودعا خالد توحيد الدكتور العزيز علينا كلنا وربنا يا رب يعوضنا خير عنه ويعوض مصر خير عنه والبقاء لله لأسرته وللأهل والجماهير الأهل ولمصر كلها والرياضيين أولا والصحافة مش عارف أقول مين ولا مين ولا مين خالد أكبر من أنه نتكلم فيه لأنه هو يتكلم عن نفسه هو يطرح نفسه بأخلاقه بيطرح نفسه بكل حاجة حلوة ما تبصش له لأي حاجة كان هو رئيس مجلة الأهرام الرياضي كان مثال للحيادية والنعرض برضو أنا بقول له هو رئيس لمجلة أو قناة الناد الأهلي برضو كان حيادية متناهية وهي دي أخلاق الأخلاق أخلاق الفرسان وإحنا بنتعلم منك يا خالد والله بنتعلم منك الأخلاق وياريت مصر كلها تبقى عزة لهذه الأخلاق ومن هنا بدعوا كل الناس أنها تتسامح وأنها تبص كلنا للطراب فليه لنا ما نحطش إيدينا في إيدينا بعض من أجل طراب هذا الوطن من أجل مصر يا رب تحيا مصر وبنحبك يا مصر ووداعا خالد مش عارف أقولك إيه بحبك يا خالد والوداع وربنا يغفر لك ويسكنك في سيح جناته إن شاء الله نعافة فان مستمرين معاكم من عزة الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي كابتن عبدالي زعب شافي طبعا يمكن حياك من القناة الرياضية الكبيرة وأيضا كمان لدكتور خالد كان من الشخصيات الطيبة والشخص الصحفية والرياضية وحب الناس والحجد الكبير ده يدل على حاجة كثيرة بريدك كتير والله دكتور خالد بصراحة كان من الناس اللي هي مميزة جدا جدا سواء في أخلاقها أو في علمها أو في أسلوبها وكان إنسان يعني أكتر صفة بيتميز بيها إنه كان مؤدب جدا وكانت حتى كتاباته دايما فيها احترام للناس كان إنسان دايما بيسعى أنه هو يعني يزداد علم أنا ما أعرفش أنه في يوم الأيام زعل ما حد أو زعل حد فيعني نتمنى له الرحمة وأعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كرموا بالأسلوب اللي ما ديه بالسجدة اللي كلنا كمسلمين ومؤمنين بنتمنى أن نحن نموت زيها فربنا يكرموا بيها إن شاء الله وتبقى لي كده سند ونور يوم الأيام بإذن الله شكرا جزيلا يمكننا زي ما بنقول حب الناس النهاردة في التواجد الكبير في عزاء المقفولي طبعا دكتور خليل توحيد ريس قناة للنادي الأهلي كابتن تمر عبد الحميد كابتن الكبير النهاردة زي ما بنقول يوم وفاق لي والناس كلها عارف قيمة للدكتور خالد وطبته وكتباته كمان اللي كانت بدون تجريح وحبه للنادي الأهلي كيف ترى فقدانه وسجدته في الجامعة في النادي الأهلي بتشوف إزاي كابتن تمر الأمر انت قلتها حب الناس خلاص إلا من قطى الله بقلب سليم وأنا أشهد الله على مدار عشريتي مع هذا الرجل المحترم الكريم أنه كان صاحب قلبي سليم ولسان سليم وقلم سليم ومواقف أغلبيتها سليم تربطني بي علاقة حب وصداقة وأخوة وطبعا أخ أكبر وأستاذ ومعلم إنما كنا بنتعامل مع بعض وكان بيعملني كأخ أصغر لي وكصديق على مدار أكتر من 15 سنة عهدت فيها يعني أخ وصديق وحبيب ومعلم وأستاذ وانت جبت الخلاصة قلت حب الناس والحمد لله رب العالمين على حسن الخاتمة حسن الخاتمة من حسن العمل نحتسب عند الله بإذن الله بإذن الله في أعلى عاليين وندعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا نبقى حسن الخاتمة زيه ونكتمع بيه كلنا بإذن الله في الجنة بإذن الله والمصاب مش قناتنا الآن خالص ولا المصاب على من أعلام الإعلام في مصر ده المصاب يعني قيمة كبيرة جدا 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 ما يعرفهاش إلا لتعامل مع الأستاذ خال التوحيد رحمة الله عليه ما تخليكم خال التوحيد قيمة وقامة ينظر وجوده إنسانيا وفنيا واجتماعيا وصحفيا وكل حاجة رجل بمعنى الكلمة إحنا كلنا الوسط الرياضي والوسط الصحفي والوسط المصري خسر رجل ينظر وجوده في هذه الأيام سنوة بتتوافد طبعا رموز الكرة المصرية نجوم نادي الزمالك والنادي الآلي والشخصيات العامة على عزاء الدكتور خالد التوحيد معنا طبعا أحد القامات الرياضية الكبيرة ونجمل نادي الزمالك كابتا محمود الخواجة النهاردة يمكن بنفقد رجل طيب وراجل كان بيحب النادي وبيحب الجميع بالصراحة كتاباته وما كانتش فيها تجريح حسن الخاتمة كمان كابتا محمود أمر مهم جدا بحابة تقولي النهاردة في يوم وفاته والله المشهد بيقول يعني رجل كان على مستوى من الأخلاق العالية جدا رجل صحفي ألم ونظيف جدا ملوان راجل بيحب كل الناس زي ما نشوفين أنا شاهد من ده فرح بالنسبة له الله يرحمه من الشخصيات الوعد أنا الآن يعجز أدي له حقه حقيقي فبقول الله يرحمه وربنا يخفر له والدعاء إن شاء الله ليه من الجميع لأنه فعلا يستهد الدعاء أنه هو يعني اللي نعرفت أنه مات على سكات الصلاة دي حاجة يعني من عند ربنا يعني ربنا يكرمه إن شاء الله وفي جناته إن شاء الله ونسأل الله أخليه استمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي مع الوزير رياضة طبعا دكتور أشرف صبحي النهاردة طبعا بنقول يوم وفاء ويوم العزاء نهاردة الدكتور ريخالي التوحيد واحد من الشخصيات الرضية الطيبة بحب النادي الأهلي بتشوف التجمع ده إزاي مع الوزير وبتشوف حب الناس إزاي من بتشوف التجمع ده هو دي الدكتور خالد كان شخصية عزيزة على الوسطة الرياضة كله والوسطة الإعلامي والوسطة الأدبي والوسطة الأخلاقي راح مطلع عليه ما اختلفش عليه اتنين كان في الحياة يعني قدوة كبيرة جدا ومات فعمله ومات وبيصلي يعني راح مطلع عليه وإن شاء الله يكون مسوى الجنة وأكيد ذكرى خالدة موجودة في كتاباته وفي أعماله وفي حاجات كتيرة جدا وبيدي عبرة لحاجات يعني كتير بايا في حدوة بايا في حدوة